يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة في نصف نهاية كأس السوبر المصري للأبطال الاهلي قدر يفوز على سيراميكا كيليوباترا بهدف جابه جاستك أرثر في ديئة 94 هدف في مرمى هدف ذاتي الهدف أمام حضراتكم بإبداع من إمام عشور وانطلاقة عظيمة جدا من وسط المرعب لو معانا الهدف من أول ما استلم إمام عشور تبقى حاجة عظيمة لو مش معانا خلاص معانا هاجبوه يا سلام بصوا إمام عشور لما استلم الكورة من نصف الملعب لأ ده من قبل كده كمان بس تمام حلو ده ده اللي وصل لنا بس إمام عشور استلم الكورة من نصف الملعب عمل انطلاقة عظيمة جدا جدا مرر الكورة عرضها وكملها أرثر بهدف في مرمى أرثر بالمناسبة كان لسه نازل من ثلاث دقايق يعني سبحان الله مدرب نازل لعب عشان يحميه يحمي مرمى نزل جاب الجول في مرمى سبحان الله السعر كالعادة عظيمة جدا من ملعب المباراة في مباراة أخرى فيرامد زواء فيوتشر اتعدلوا وبعد ما اتعدلوا لعب وضربات ترجيح مباشرة 17 ضربة هنا 17 ضربة هنا في مشهد تاريخي نشوفه الأول مرة في كرة القدم المصرية 17 ضربة و17 ضربة وقدر مودن فيوتشر في النهاية يفوز 14-13 نتيجة كبيرة جدا هنتكلم على المباراتين ونبدأ بمباراة الأهلي النهاردة الأهلي كان واضح جدا أنه مرهق بدنيا مرهق بدنيا وزي ما قال مارس الكولر في المؤتمر الصحف وأعرض لكم جزء من المؤتمر الصحف في المارس الكولر بعد المباراة هم ما كانتش يقدر يغير التشكيلة بالكامل بس يغير بعض العناصر في التشكيلة يعني ريح مرانا عطية وليعب عمر السلية ريح النهاردة حسين الشحات وليعب كريم فؤاد ريح كهربا وليعب طاهر محمد طاهر ما يقدرش يعمل تغييرات أكتر من كده بس النهاردة محمد شنوي غادر الملعب مصاب وكمان ياسر إبراهيم غادر الملعب مصاب بس في كل الأحوال الأهل رغم أنه هو مرهق بدنيا جدا جدا بس النهاردة كان أفضل من سراميك لوباترة طوال المباراة على مستوى الأرقام وعلى مستوى السيطرة وعلى مستوى الفرص وعلى كل المستويات كان أفضل كثيرا سراميك لوباترة كان لقوا فرصتين النهاردة واحدة شلها شنوي قبل ما يخرج واحدة كانت في العرضة من محمد توني أول ما نزل يعني ومع بداية الشوت التاني وكان نزل بداية الشوت التاني هيا الفرصة كانت مع بداية الشوت التاني جات في العرضة بخلاف ذلك لها لأضاع العديد من الفرص ومنها طبعا الفرص السهلة بس النادي الأهل النهاردة زي ما بقول دايما معزور أكيد معزور مباراة صعبة جدا والأمور البدنية بالتأكيد تتعب أي فرقة تتلعب كل شوية وفي دول مختلفة كل يومين مطش تقريبا وفي دول مختلفة ليس جاي من السعودية رايح الأمارات بيلعم مطش تاني بعد بطولة لسواق برونزيتا في كاس العالم فالموضوع كان صعب جدا المشهد النهاردة كان رائع جدا من الجماهير كالعادة يعني جماهير النادي الأهل في كل مكان سيراميكا عمل مباراة في رأي أقل من التوقعات ليه؟ إن سيراميكا ماشي كويس جدا في الدوري عمل مباراة رائعة جدا في الدوري رائعة جدا في الدوري وكان هو أفضل من الأهل في كل شيء في مباراة الدوري ولولا طرد رجب نبيل في مباراة الدوري كان سيراميكا روباطر الأفضل والأهل فاز بهذه المباراة بعد طرد رجب نبيل وهدف أفشة في اللحظات الأخيرة 2-1 نهاردة سيراميكا روباطر لا مقدمش مباراة كبيرة بصراحة والأهل كان أفضل ولسيراميكا ما استغلش المشكلة البدنية اللي عند لعبه النادي الأهل النهاردة وتفوق النادي الأهلي ولعب النادي الاهلي بأسلوبه المعتاد للضغط العالي رغم الضعف البدني أو القدرات البدنية اللي مش كبيرة بس الاهلي كان عامل ضغط عالي على مدفعين السينماية كلوباترا من الديها الأولى واستمر هذا الأمر لنهاية المباراة تغييرات كانت زكية النهاردة من مارسي الكولر حتى التغييرات الاتراضية ما أثرتش على أداء الفريق سواء خروج محمد الشناوي أو خروج ياسر إبراهيم ونزول مصطفى الشبير ورامي ربيع ما فيش أي تأثير خالص والاتنين قدموا مباراة جيدة أيضا